اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كبير ولا مزوغ. المهم ان هوا يبقى جميعين بالألف يعني. احنا مجموعة من الشباب المصري. حدثنا ان احنا نزود التوعية نزود الوعي في الشارع المصري لاخواننا في سوريا. مشكلة ان اخواننا في سوريا حاسين ان محدش معاهم. حاسين ان هما لوحدهم. مشكلة مش بس دعم مادي او غاسي او اي حاجة. من الحاجات دي المهم ان يحسوا ان الشباب المصري اللي هما تحركوا لما شافوا الشباب في مصري بيتحرك لما هما يحسوا ان الشباب موجود معاهم ربنا يكرمك ربنا يخليك هو ده مفهور ربنا يبقى فيك ربنا يكرمك. لما يحسوا ان الشباب في مصري بيتحرك معاهم دي لوحدها عنده يدي لوحدها كفاية واحنا بنتابع وبنشوف ادي اي تحرك في مصري بسيط بيأثر كتير جدا في اخواننا في سوريا هيام الانتخابات كانوا معانا بالرغم من كل اللي هما فيه كانوا بقلبهم معانا وبيدعوا وخايفين ان النظام مبارك يرجع تالي للنظام التغيان يرجع تالي لان هما لما صاروا صاروا ضد التغيان ما صاروش ضد عقيدة ولا اي حاجة غير ان كان فيه ظالم حاكم ظالم بيستغلوهم وبينتهك حرياتهم كباري قدمين. واحنا هنا ده اللي احنا بنعمله ان احنا بنشارك اخواننا في سوريا باقل حاجة ممكن نعملها ولو الجواب مش هياخد مننا جديئة واحدة بس لكوان نفسك بزاكم اخير. ان شاء الله ممكن تبقى فيها انشطة اكبر يعني نضم عدد يعني في احنا ان شاء الله احنا عملنا مجموعة موجودة وفي عندنا صفحة موجودة على الفيسبوك وان شاء الله هيكون فيه فعليات اكتر احنا عندنا كمان فعالية ان شاء الله يوم الجمعة اول يوم في رمضان هيبقى فيه مليونية صوات الفجر المليونية ان شاء الله هيبقى في مسجد النور في العباسية تمام؟ ان شاء الله هنعملها في اكتر من مسجد في حويل العالم العربي بإذن الله ان شاء الله بحيس نحن نكسف الوحيل اول يوم في رمضان فجر اول يوم في رمضان ان شاء الله دي المبادرة دي مش احرار مصر بس هي اللي عاملها فيه حركات تانية كتير فيه حركات تانية كتير هي اللي عامل المبادرة دي تمام؟ واحنا هنشارك معاهم ان شاء الله بإذن الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا